التنظيمات والقوانين والأنظمة المؤسرة على المحاسبة المالية هناك العديد من التنظيمات المهنية وكذلك الجهات الحكومية والكثير من القوانين التي كان لها أكبر الأثر في تحديد المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما في كثير من البلدان وتتمثل أهم تلك التنظيمات في الآتي هيئة الرقابة والإشراف على البرصات المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين مجلس المبادئ المحاسبية مجلس معايير المحاسبة المالية مجلس معايير المحاسبة الحكومية وأيضا هناك العديد من التنظيمات الأخرى التي كان لها أكبر الأثر في تطوير نظرية المحاسبة ووضع المعايير والتي يتمثل أهمها في جمعية المحاسبة الأمريكية وهي جمعية تمثل تنظيما لأساتذة وممارسي المحاسبة ويغلب عليها الطابع الأكاديمي معهد المحاسبين الإداريين وهو معهد يهتم بالبحث المحاسبي في مجال محاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية معهد المديرين الماليين وهو يقوم بإجراء البحوث وتقديم التوصيات المتعلقة بأثر التقارير المالية على الشركات مجلس معايير محاسبة التكاليف وهو يمثل إحدى الهيئات التابعة للكونجرس الأمريكي مصلحة الضرائب وما تستمده من سلطات مصدرها قانون الضرائب وتعديلاته المختلفة جماعات المستخدمين المؤثرة على صياغة المعايير المحاسبية تتعدد مصادر التأثير على عملية وضع المعايير المحاسبية لكن يمكن القول أن القوة الأكثر تأثيرا غالبا ما تكون نابعة من الجماعات المختلفة للمستخدمين وهي التي تضم الأطراف الأكثر اهتماما وتأثرا بالمعايير والقواعد والإجراءات المحاسبية فقد ترغب تلك الجماعات في المحاسبة مثلا عن أحداث اقتصادية معينة أو التقرير عنها بصورة معينة فتضغط بشدة للحصول على ما تريد والشكل التالي يوضح مدى الضغط الذي تمارسه جماعات المستخدمين على مجلس معايير المحاسبة المالية الفاسب وذلك لتغيير قواعد التصويت في مجلس معايير المحاسبة المالية ويتبين من الشكل أن تلك الجماعات قد نجحت بالفعل في الوصول إلى ما تريد وضع المحاسبة في المملكة العربية السعودية نجد في المملكة العربية السعودية أن نظام الشركات السعودي الصادر بقرار مجلس الوزراء في 17385 هجريا قد وضع العديد من الإجراءات التي تختص بإعداد القوائم المالية المطلوبة من شركات الأموال وكذلك أيضا طرق الإفصاح المختلفة والإجراءات والمبادئ المحاسبية والتي يتم على أساسها إعداد القوائم المالية أيضا نجد أن هناك دورا واضحا لوزارة التجارة في المملكة في تقنين معايير المحاسبة والمراجعة حيث أصدرت الوزارة في عام 1406 أهداف ومفاهيم المحاسبة وكذلك معيار العرض والإفصاح العام ومعايير المراجعة ثم قامت بإلزام الشركات بتطبيقها في عام 1410 هجريا وقد توجد كل هذه الجهود بصدور نظام المحاسبين القانونيين والذي تضمن إنشاء الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين السكبة وتقوم تلك الهيئة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والتي تعمل تحت إشراف وزارة التجارة تقوم بالمهام التالية وذلك للمهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة واحد تقوم بمراجعة واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة اثنين وضع القواعد اللازمة لامتحان اختبار الزمالة ايضا تنظيم دورات التعليم المستمر اعداد البحوث والدراسات الخاصة بالمحاسبة والمراجعة اصدار الدوريات والكتب والنشرات ايضا وضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية وذلك للتأكد من قيام المحاسب القانوني بتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة ثم المشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة اخيرا معايير المحاسبة الدولية حيث فرضت المتغيرات ذات الطابع الدولي الحاجة لوجود لغة محاسبية دولية موحدة اصفر كل ذلك عن وضع معايير دولية للمحاسبة والمراجعة والتي اصبحت قابلة للتطبيق في دول مختلفة رغم تباين تلك الدول في اقتصادياتها سواء في نظمها او درجة تقدمها وايضا في المعرفة المحاسبية والتي تختلف في شكلها ومضمونها ولقد تم انشاء لجنة معايير المحاسبة الدولية والتي تقوم بصياغة معايير المحاسبة الدولية العمر الذي يمكن مستخدمي القوائم المالية من سهولة اجراء المقارنات بين الشركات في مختلف الدول